بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إقواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة طريقة من طرق التكامل العددي وهي طريقة سيمسوم 3 على 8 وإن الدستور طريقة سيمسوم 3 على 8 I تسوي إلى التكامل المحدد من A إلى B في XBDX ويسوي إلى 3H على 8 للدستور التالي أولا نفهمه بالشكل التالي F Fx0 كما في كل الطرق Fx0 و Fxn تظهر مرة واحدة فقط Fx0 و Fxn تظهر مرة واحدة إذا وليس ذلك هدول في كل الطرق مرة واحدة يظهروا زائد سيمسوم 3 على 8 تقول أنه 3 مضروبة ب Fx1 x2 Fx4 Fx5 Fx7 Fx8 هذه كلها مضروبين ب3 إذا بمشي 2 الثالث ما بحطوه الثالث ما بحطوه الثالث ما بحطوه الثالث ما بحطوه زائد 2 المضروبين ب2 هنن مضاعفات 3 يعني Fx3 Fx6 Fx9 Fx12 Fx15 Fx1 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 Fx2 Fx1 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 Fx2 هو عبارة عن وحدة الان هي ثلاثة إذا معناتها الـ H هي عبارة عن B ناقص الـ A على N الـ N هي ثلاثة كما نرى هنا دول N الـ B هو عبارة عن 0.8 ناقص الـ A هي عبارة عن 0.2667 الآن ما علي إلا أن أطبق في دستور سيمسون الأولى والأخيرة مرة واحدة يظهران عندي الواحد والاثنين إذن فهى ثلاثة في الواحد وثلاثة في الاثنين والأولى والأخيرة نعود فنحصل على هذه القيمة وهذا هو الجواب الآن ممكن ناخد مثال آخر لتكون لديه الدالة المعطاب الجدول التالي using سيمسون رول 3 على 8 أو وجد قيمة التكامل لـ FLXPDLX من الواضح أنه نحتاج إلى الـ H كيف نحسب الـ H؟ الـ H هو عبارة عن طبعا إذن دائما أبدا أنا بحاول هنا أسمي هي Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 هي Y5 إذن الـ N5 إذا أردت أن أبحثه بالـ H فبحثنا أقول هو B نائس A 40 نائس 30 30 على 5 إما أن أقول بهذه الطريقة أو أخذ أي عقدين متتاليات إذا طرحتهم من بعض بطلع معي الـ H لأنه نحن بالأساس أنه لنقسم إلى أقساما متساوية إذن وبدالي 32 راحة هي 2 34 راحة 32 هي 2 36 راحة 34 هي 2 وهكذا إذن إما أن أطرح أو أن أحسبها بهذه العلاقة إذن طبعا هنا 40 راحة 30 هي 10 10 تأسيم 5 هي 2 وبالتالي نفس العلاقة تماما إذن عرفنا الـ H الآن الدستور يقول لي أول وحدة وآخر وحدة يظهران مرة واحدة إذن 3 H على 8 Y0 Y5 0 زائد Y5 اللي مضروبين بـ 3 1 و 2 1 و 2 و 4 هدون مضروبين بـ 3 3 1 زائد 2 زائد 4 والمضروب بـ 2 هو 3 فقط Y3 مضروب بـ 2 نعود القيم هنا ونعود في التكامل فنحصل على المطلوب هذا بالنسبة لهذا المثال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته